اهلا اعزائنا مشاهدين في كل مكان قيامة المسيح لم تنتهي بقيامة يسوع في اليوم الاول لكن قيامة المسيح منعيشها في كل يوم من حياتنا فهو تعبير عن نصرة المسيح الكاملة وهزيمة الشيطان ايضا الكاملة والمسيح برهن على مصداقيته وعلى شرعيته كل ما قال انه فعل قال انا هو القيامة والحياة فقد قام من بين الاموات وقيامة يسوع المسيح لم تكن صدفة او مجرد فبركة فالكتاب المقدس كله بيتكلم عن قيامة يسوع المسيح نبوات العهد القديم اتحدثت عن هذه القيامة والرب يسوع في حياته على الارض لم يقل انه جاء لمجرد تتميم فقط مشيئة الاب وانه يصنع معجزات ويعلم تكون حياته معجزة اخلاقية لكن بالحقيقة كل مجيء الموت كل مجيء المسيح وكل الهدف والغرض من حياة يسوع وكل غرض التجسد من يسوع المسيح في ملء الزمان هو موته على الصليب وقيامته من بين الاموات وإلا كيف يعالج حالة الانسان بدون النصرة النهائية احبائي السؤال دايما طب اذا جاء المسيح ومات على الصليب لماذا قام يسوع المسيح؟ في كل عمل بيعمل يسوع المسيح مش مجرد عم بيظهر انه هو سوبرمان او قادر انه يقهر الموت لكن في كل شيء في غرض رئيسي من عمل يسوع المسيح الكامل على الصليب فمثلا قام المسيح ليبرهن على فداءه الكامل والنهائي فطبعا يقول الكتاب المقدس عن يسوع انه بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظمة صائرا اعظم من الملائكة بمقدار موارث اسما افضل منهم والرسول بولوس بيتكلم في رسالته الى كنيسة روميا الاصحاح الرابع مكتوب الذي اسلم من اجل خطيانا واقيم لاجل تبريرنا فاذا قيامة يسوع المسيحي الثمر الناضج لعمل الكفاري الكامل على الصليب وانه داس الموت بالموت وقهر الشيطان وجرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ضافرا بهم فيه او كما نرنم الترنيمة الارتدوكسية وداس الموت بالموت وقام من الاموات لكي يبرهن ويؤكد على نصرته الكاملة والنهائية اعلانه انه فعلا انتصر الانتصار المجيد الكامل ومن خلال ظهوراته كان برهان على قيامته ثم رجوعه الى السماء لكي يجلس عن يمين العظمة ويشفع في المؤمنين فاذا المسيح قام حتى يبرهن على الفداء الكامل بشجاعة ذهب الى الصليب ولكن الصليب ليس النهاية فقيامة يسوع المسيح كما قرأنا في روميا اسلم من اجل خطيانا موت الصليب حتى يكفر عن خطيانا كما هو مكتوب وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه ولكن القيامة مكتوب اقيم لاجل تبريرنا تبررنا من الاعلان الكامل اعلام الله انه الانسان تبرر امام يعني عدالة الاب عدالة الله من خلال عمل المسيح اذ بررنا واصبحنا ابرياء بل ابرار في نظر الله وكأننا لم نفعل خطية مش لسواد عيوننا او جمالنا لكن لاجل استحقاق ما فعله الرب يسوع المسيح لو مات المسيح على الصليب وخلص مات لكلنا يمكن حرام مات يعني فعلا شخص كان صالح جدا ومات من اجل رسالته ومات بطل ومات كشهيد ولكن القصة اكبر من هيك القصة انه كما تنبأ المسيح انه ابن الانسان يذهب الى ارشالين ويسلم الى رؤساء الكهنة وانه يتألم يصلب ويموت ويقوم في اليوم التالت وعندما سأل اليهود عن اية اعطاهم اية ينان كما كان ينان في بطن الحود تلت ايام هكذا يسوع المسيح ابن الانسان قام حتى يعطينا التبرير الكامل حتى نعيش حياة الانتصار حياة السلام حياة الفرح حياة الغلبة سيرنا في موكب نصرته في كل حين يعني الروح القدس اللي اقام ايضا يسوع المسيح هو الذي يحيي اجسادنا المائتة فاذا نستطيع ان نتبرر ونستطيع ان نقول ان الروح يقيمنا من سبات ومن الموت موت الخطيئة لنتبرر ونكون احياء مع الرب في كل حين السبب الثاني ليه قام يسوع المسيح قام حتى يعطينا حياة ابدية وهي الحياة الابدية لازم تكون برهان من خلال ما فعله يسوع المسيح لاحظ ما يقول الرسول بولوس لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلاص لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص فالمسيح جاء ليعطي حياة ابدية من خلال موته ومن خلال قيامته وانه الايمان بيسوع المسيح على اساس القيامة تتذكروا معي توما واحد من التلاميذ لما جاء المسيح وظهر للتلاميذ يوم الاحد في الاسبوع الاول اول يوم يعني في المساء توما ما كانش مع التلاميذ بعدين خبروا بالاخبار الحلوة انه شفنا الرب قام حي قيامه بالجسد توما قال ان لم ابصر واضع يدي اصابعي في اثر الجراح مش راح اامن وفعلا ظهر المسيح في الاحد القادم في اليوم الاول يعني وطلب من توما شخصيا وقال له تعال يا توما يعني حط اسبعك ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا ثم قال هذا التصريح المهم توما ربي وإلهي لأنك رأيت آمنت يا توما طوبة للذين آمنوا ولم يروا ألم يقول الكتاب لأننا نسلك بالإيمان لا بالعيان نحن نؤمن بقيامة يسوع المسيح أنه حي وأقامنا أيضا وأجلسنا معه في السمويات فنحن أحياء وصار إلنا الحياة الأبدية بسبب العمل الكفار الكامل وقيامة يسوع المسيح من بين الأموال بالحقيقة إن قيامة يسوع المسيح هو ليعالج من مشكلة وسم وتأثير وقوة الخطية فقيامة المسيح هزم الخطية وبتلع الموت إلى غلبة وصار إلنا النصرة في يسوع المسيح وصار إلنا الشفاء الكامل طبعا إحنا يعني كان إلنا موت محتم فبالنسبة للمؤمن الموت ما عدش النهاية خلاص الموت هو جسر لعبور الأبدية فنحن نلنا الحياة الأبدية في الحاضر كما وعد يسوع المسيح قائلا الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة ومكتوب أيضا أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه وقال يسوع المسيح أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي لن يموت إلى الأبد لأنه مكتوب أيضا فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه فإذن المسيح هزم الشيطان اللي هو سبب كل الشرور والخطيئة والمقاسة هزم الموت اللي بيرعب كل البشرية وعالج مشكلة الخطيئة من سمومها ونفوذها من فضاعتها ومن شناعتها أمقزنا من موت محتم واعطانا الحياة الأبدية مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ثم أحبائي قام يسوع المسيح لأنه تحدث عن ملكوت جديد سألوا يسوع قبل صعوده إلى السماء يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل أجاب يسوع وقال ليس لكم أن تعرفوا الأزمن والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه ولكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشاليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض تتذكروا لما المسيح كان في العلية مع التلميذ وكان المفروض بياخدوا الخبز اللي هو جسد المسيح والكأس اللي هو دم المسيح وبحسب فصح اليهود هذا هو الكأس الرابع وقال لن أتناول هذه الكأس إلا بملكوت أبي الجديد ووعد تلميذه تلميذه قال أنتم الذين تبعتموني بالتجديد تجلسون على كراسي أصباط إسرائيل الاثني عشر يعني ملكوت الجديد أعطى لأتباع يسوع المسيح أن نكون معه في هذا الملكوت تتذكروا أن المسيح مرارا قال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة ها إن ملكوت الله في وسطكم وأن ملكوت الله ليس أكل وشرب بل هو بر وفرح وسلام في الروح القرص وقال مملكتي ملكوتي مملكتي ليست من هذا العالم هذا الملكوت الجديد اللي توج بقيامة يسوع المسيح وأصبحنا نكرز بهذا الملكوت الجديد في أنه في ملكوت جديد أن المسيح حررنا من الطبيعة القديمة ومن الحياء القديمة حتى نكون خليقة جديدة وندخل في هذا الملكوت اللي تكلل بقيامة يسوع وهذه الملكوت يستمر من خلال تتويجنا ليسوع المسيح ملكا وربا على الحياة والكيان وقبوله مخلصا شخصيا لحياتنا عندها ندخل في هذا الملكوت الجديد بسكن الروح القدس فينا وبعمل يسوع المسيح فينا نصبح أتباع يسوع أتباع الملكوت الجديد ثم قام المسيح أحبائي حتى نختبر قوة القيامة لأنه المسيح قام صار عندنا رجاء القيامة من الأموات بالجسد وهذا الوعد صار عندنا الرجاء المبارك الناس مرعوبة من القبر خايفة من الأبدية مش متأكدة من خلاصها مش عارفة مصيرها مش عارفة شو تعمل فالمسيح قام لنثمر طبعا من خلال القيامة هذه القيامة أحبائي هي قوة القيامة قوة حضور الله قوة جلال وسلطان الله قوة معية الله ألم يقل المسيح إن اجتمع أو حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة هناك أكون في الوسط ألم يقل المسيح ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر كيف أحبائنا تمتع في وسط عالم مظلم أو شرير بدون نصرة وقوة القيامة هذه القيامة اللي أصبحت مركزية رسالة التلاميذ أصبح الحجر الزاوية والحجر الأساسي للخدمة للتلاميذ في كل مكان كان بيروحوا كانوا بيتكلموا عن موت يسوع المسيح وعن قيامة يسوع المسيح وأنه ليس هو ها هنا لأنه قام فإذا نحب إقام المسيح حتى يقيمنا معه ولكن نكرز بقوة ورسالة وعمل قيامة يسوع المسيح في حياتنا من اللي ممكن يعمل هذا الشيء الشخص اللي اختبر قيامة يسوع المسيح فالمسيحية ليست مجرد عقائد أو شرائع أو تقوس أو فرائد نمارسها ونطبقها لكن المسيحية أكثر من هي المسيحية حياة المسيحية شخص الرب يسوع المسيح ونحن في هذا الشخص المبارك فعندما نقول في ناس كتير بيستخدموا التعبير أن المسيحية مش ديانة على أساس أنه الفكرة أنه بيتبعوا شخص مش set of rules مش مجرد قوانين معينة فإحنا بنتمثل بيسوع المسيح الكامل ولأنه حي قال إني حي ما قالش إني ميت أنتم مائتون إني حي وأنتم ستحيون لأنه غلب القبر وغلب الظلمة وغلب الخطية وغلب الشيطان وأعطانا الحياة الأبدية وأقامنا معه وأصبحنا نعيش نصرة وغلبة القيامة في حياتنا أحبائي أنت بتسمع الرسالة اليوم اللي بيميز المسيح الحقيقي من المسيح اللي يعني الإسمي خليني أسميها أو التقسي أو السطحي أو الأصولي بغض النظر من أي خلفية أنت اللي بيميز هو قوة القيامة هل أنت لما الله بينظر إليك بينظر إليك يعني مثل كنيسة ساردس لك اسم أنك حي وبالحقيقة بالواقع أنت ميت لما الله بيشوف فيك شو بيشوف فيك حياة رائحة ذكية ولا رائحة تأموت الشخص الحي دائما بيعكس رائحة المسيحة الذكية اليوم يمكن تصلي تقول له يا رب أنا مش عارف مصيري ولا عارف أبديتي ولو أنا مت في هاي اللحظة مش عارف إلى وين أنا رايح بس اليوم أنا بدأ أحط ثقتي في شخصك خليني أسألك هل تريد أن تضع ثقتك في أي شخص ميت ولا بتحط ثقتك وإيمانك في شخص حي المسيح حي قام من الأموات ظهر للتلاميذ وبرهن على قيامته بعمل الروح القدس فمن تتبع إذا بتحط ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح المقام من الأموات بتحصل على الحياة الأبدية والله بيعطيك حياة وبيكتب الآن اسمك في سفر الحياة ما تخجل اليوم وإنت في بيتك وإنت في الحجر في البيت عم بتشاهد وعم تسمع شو راك تصلي تقول له يا رب سامحني على كل خطية طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم واعلن اليوم قل له يا رب أنا بدعوك حتى تكون ملكي تملك على حياتي وتكون ربي كما قال توم ربي وإلهي وأيضا أدعوك إلى حياتي حتى تكون مخلصة الشخصة وسيدة أيضا في اسم الرب يسوع المسيح أمين على فكرة شارك هذا الفيديو حط لينك وبحب أسمع منك إذا أنت عندك طلب صلاة وإذا عندك احتياج اكتب لنا وبصلي أنه أنت من كل قلب أنك صليت مع هاي الصلاة أكيد الرب صنع معجزة من خلال قوة الحياة لأنه المسيح حي فهو عم ببث روح الحياة وقوة القيامة اليوم فيك حتى أنت تروح لكل العالم برسالة قيامة يسوع المسيح الرب الرب يحميك والرب يباركك شكرا للكم ترجمة نانسي قنقر